السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنة وحضراتكم طيبين وانتوا بخير وبصحة وسعادة طبعا جماعة نهاردة الفيديو بتاع النهاردة طويل شوية او في حاجات كتيرة شويتين يعني احنا ان شاء الله هنتابع في الفيديو ده دورة السمان اللي احنا لسه بنظلينها النهاردة عمر يوم وفيه دورة سمان عمر خمسة ايام وفيه بطريتين اتنين جداد احنا لسه عاملينهم برضو موجودين في الفيديو هنا وموجود برضو دورة فراغ بلدي هاجين وبلدي مشاعر عمر اتنين وعشرين يوم وبردو دفعتين فراغ بلدي مشاعر عمر اربعة يام النهاردة فاتمنى من حضرتك ان انت تتفرج على الفيديو للاخر لان الفيديو فعلا فيه حاجة كتير جديدة واتمنى ان انت تقول لي رأيك بالتعليقات اه عن الفيديو وعن محتوى القناة بنفسه طبعا زي ما احنا عارفين يا جماعة ان احنا عندنا توزيع سمان عمر يوم دايما باستمرار وكنا جايبين دفع النهاردة وزي ما احنا شايفين بسم الله ما شاء الله مبارك الله مبارك دي دفعة سمان عمر يوم لسه جاية النهاردة وزي ما احنا شايفين كده حاجة جميلة ما شاء الله طبعا لو حد من حضراتكم يعرف عدد اللي في السمان دايك ياريت اكتبلي في الكومنتات السمان في كم سمان نفس اللي احنا عملنا المرة اللي فات اه ده السمان عمر يوم النهاردة ان شاء الله هنتبع دورة السمان على قناة السمان وهسيب لكم رابط القناة في فتس في الفيديو ان شاء الله دي اول حاجة معانا بنخش على الدفع اللي بعد كده اللهم مبارك دي الدفعة التانية اللي موجودة عندنا دي عمر خمسة ايام النهاردة والحمد لله برضو متبعة يعني مش هتبقى موجودة ان شاء الله بكرة اه عشان كده احنا دخلنا دفعة تاني النهاردة دي ده سمان عمر خمسة ايام مرحقناش نعمل الدورة الحمد لله يعني بس يعني متن الايام جاية كتير بازن الله طبعا السمان يا جماعة مجرد ما فات عليه خمسة ايام بقى بالصالح عن نبي زي ما احنتوا شايفين كده حاجة فوق الجمال بشويتين ولا نافق ولا اي حاجة خالص احنا بس اهم اما في الموضوع انت لو انت اول مرة تربي سمان فانت لازم تهتم جدا بالحرارة اول اربع خمسة ايام بس هي اللي بتثبت الفرخ معنا وطبعا العلاجات بتاعة التحضين المضاد الحياة والالف ده والكلام ده ده يا جماعة ضروري جدا 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 وبعد كده ما فيش اي مشكلة ولا اي خفعة السمان والحمد لله السمان زي ما انتوا شايفين عمر خمسة ايام حاجة كده فوق الجمال بشوية يعني دي التاني ضفعة معنا في السمان نشوف بقى ضفعة الفراخ البلدي اللي موجودة عندنا الله مبارك زي ما احنا شايفين يا جماعة دي ضفعة فراخ بلدي هاجين عمر اتنين وعشرين يوم طبعا يا جماعة احنا كنا نحطينهم في السنة دي علشان ما كانش عندنا بطاريات آآ نحطهم فيها والكلام ده احنا قلناه في الفيديو اللي فاته اللي قابله بس طبعا الفراخ بالزاد ديت مش عايزة للسنة دي ديت زي ما انتوا شايفين كده الفرخ بيأكل من مكان السابلة بتاعته ده طبعا غلط جدا على الفرخ وبيقل معهم بأمراض واسألات وكلام كتير اهو احنا فغينا عنه علشان كده احنا عملنا بطارية شبك للفراخ عشان ننقلهم وان شاء الله يا رب بتعجبكم بازن الله هنوريه لكم برضو دلوقتي عشان كده بنقول كامل الفيديو للاخر الفيديو في حاجات كتير جميلة ان شاء الله هتعجبكم بازنك لها كل الحاجات اللي احنا بنزلينها في الفيديو دي الحاجات اللي موجودة عندنا وهي دي الحاجات الفعلية طبعا احنا بنبيع ان شاء الله اعماره بنبيع آآ سمان عمر يوم فعشان كده ما فيش عندنا اي مشكلة من الحوار ده ومع انا اول بطارية شبك دي بطارية احنا كنا عملنا اختها قبل كده آآ ستين في ستين عشان قاطر الارضية هي اللي حاكماني اصلا زي ما احنا شايفين املنا البطارية وجهزناها وهننقل فيها ان شاء الله الفراخ البلدي المشاعر والفراخ البلدي الهاجين علشان طبعا نعدل في التربية ويبقى التحويل اسرع من التربية في السنديق والخلق والكتمع والكلام ده خلق وده منظر البطارية طبعا يا جماعة البطاريات دي احنا بنعملها وبنصورها فيديو ورابط القناة في وصف الفيديو برضو لو انت عايز تتابع بسم الله ما شاء الله اللهم بارك ودي البطارية التانية عاملين بطارية برضو الارضية بتاعتها خشب حاجة كده برضو يعني بسم الله ما شاء الله يعني بعرف اعمل بطاريات اجماعة ولا ايه رأيكم اجماعة انا عايز تعليقات على الفيديو الله يبارك لك او عايز تشجيع جماعة ودي البطارية التانية دول اللي احنا عملناهم اللي فاتوا دول الله مبارك زي ما احنا انتم شايفين كده انا جايب البطارية بكل الزوايا ده منظر البطارية برضو من ورا لسه جماعة عندنا افكار لبطاريات تاني ان شاء الله هنعملها الايام اللي جاية الصبر بس مش افتا اللهم مبارك ده منظر البطارية هنا بقى احنا نقلنا الفراخ البلد المشعر ونقلنا الفراخ البلد الهاجين عمر اتنين وعشرين يوم لانهم في قلب البطارية وعدنا برضو نتفرج عليهم كالعادة ونشوف هل هيطلعوا ياكلوا ولا مش هيكلوا والكلام ده كله والحمد لله جات معنا مزبوطة والفرخ بيطلع وبياكل وما فيش فيه اي مشكلة خالص الحمد لله والمسافة مزبوطة طبعا احنا برضو عندنا مشكلة في العلفة اللي تحت دي تاني مرة دي اعمل البطارية وما بقاش عامل حسابي على العلف او درج العلف بس ان شاء الله احنا هنجيب برضو درج العلف زي اللي فوق دول ونحطهم في البطارية اللي تحت للفراخ البلد المشعر ده كده جماعة دفعة بتاعت الفراخ البلد المشعر والهاجين عمر اتنين وعشرين يوم اللهم مبارك طبعا الاوزان والكلام ده كله جماعة في القناة بتاعت الفراخ بلدي وبرضو هسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو نيجي بقى عند دفعة الفراخ البلدي الهاجين والبلد المشعر عمر اربعة ايام اللهم مبارك طبعا هما لسه برضو في اول اسبوع بيبقى جوبنا شوية فراخ جبانة ما بتبقى ايه خايفة كده ان هي تتعامل وتاكل وتشرب بيبقوا خايفين اولا ما بيروح اصورهم زي ما تقول مش عايزين اتصوروا يعني وادي الفراخ البلدي الهاجين ايه يا جماعة عمر اربعة ايام اللهم مبارك طبعا يا جماعة احنا بننزل فراخ بلدي هاجين وبلدي مشاعر كل اسبوع كل اسبوعين بننزل دفعة عندنا حيس ان احنا يبقى عندنا جميع الاعمار ان شاء الله زي ما احنا شايفين كده دي دفعة الفراخ البلدي الهاجين وبردو هنوريكه دفعة الفراخ البلدي مشاعر دي الحاجات دي كلها جماعة موجودة والحمد لله الواحد شايف ان هو ماشي في الطريق المزبوط بازن الله ان شاء الله بننوع في المحتوى بتاعنا وبردو زي ما وعدناكم بنجهز لخلطة بديل العلف ونركز يا جماعة بنعمل خلطة بديل العلف بس للفراخ البلدي بحيس ان احنا هنبدأ ناكلها للفراخ البلدي على عمره عشرين يوم او تلاتين يوم مجرد ما انتهي من تجهيز الخلطة ان شاء الله هننزل بالدورة كاملة بازن الله نعملها على القناة قدام حضراتكم ونشوفوا الفرقات بنفسنا مع بعض انا وانتو هنراجع مع بعض على الخلطة ونشوف التحول بتاعها تعمل معنا ايه اه اتمنى ان الفيديو يعجب حضراتكم وكل سنة وحضراتكم طيبين ولو انت لسه ما اشتركتش في القناة اتمنى انت تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وما تنساش تاخد لفة في باقي القناة بتاعتي كل القناة هتعجبك ان شاء الله كل سنة وحضراتكم طيبين اخوكم محمد سعيد شكرا